من جانبها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع سلمانية طبي أكدت على أهمية أخذ الجرع التنشيطية لما لها من دور أساسي في الحفاظ على سلامة الجميع من أي مضاعفات محتملة لفيروس كورونا وتحوراته أثبتت الدراسات على مدى السنة ونصف الماضية ونواجهه يوميا من عدد الحالات وطريقة وصول هذه الحالات أو مضاعفاتها منبذ هذه الجائحة على أهمية أخذ التطعيمات والجرعات المنشطة لأنها ساعدت في تقليل انتشار الفيروس في تقليل من شدة الأعراض والمضاعفات ومن الدخول إلى العناية المركزة أو الوفاء وهذا الأمر يجب أن يصل إلى الجميع فما تمثله التطعيمات والجرع المنشطة من أهمية في مقاومة المتحورات يجب أن يعزز لدينا جميعا الإحساس بالمسؤولية بالمبادرة بأخذ هذه التطعيمات والجرع المنشطة حالا وليس بالتأجيل كما نحث جميع أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل وتطعيم أبنائهم للتطعيم ونشكر الذين بادروا إلى الآن إدراك منهم أهمية هذا التطعيم من أجل الحفاظ على صحة أبنائهم ومن حولهم وتعزيز مناعتهم في حمايتهم من الفيروس وتحوراته